سلام الله عليكم خياتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وبصحة جيدة جيتكم اليوم فيديو جديد بوصفة جديدة وصفة واللي هي وصفة الكيك عندي هذا الكيك كيك حلو بمقادير مضبوطة و بمقادير بسيطة سهل في خدمته ووصفة حصرية على قناتي ويجي الأهم من هذا أنه جي بنين بزاف رائع في المذاق التعوم يعني شكل وذوق بسم الله نبدأ على بركة الله في المقادير عندي في غيسي بيون حطيت قرصة ملح عندي ثلاث حبات بيض كاس ناقص أندوازيت كاس سكر كاس حليب مغرف كبيرة تاع ماكلة خميرة الخبز عندي لزيز تعدوزوش حبات قارص وعندي هنا تمرق تحتو صغير وعندي أربعة كيسان فارينة نكسر هذا البيض نحط في هذا البول مع الملح مع ذيك القرصة تاع الملح ونخلطهم غير بالفوة هذا الوصفة نخدمها غير بالفوة ما نحتاجه كامل هنا الباطر راهي سهلة في الخدمة التاح نزيد هنا الكاس تاع السكر ونخلطهم مع بعض حتى يدخلي كامل هذا السكر في البيض بعدها نزيد هنا كاس ناقص اندوازيت هنا عبرت بنفس الكاس عبره بنفس الكاس هذه مقادير مضبوطة وندخل هذا الكاس الزيت مع البيض والسكر نخلطهم غير بالفوة هكو تشوفوا اللي هنا بفيها حتى مجهود ونزيد الكاس تاع الحليب الكاس تاع الحليب دافي يكون الحليب دافي الهنايا على خاطرنا نخدمه بالخميرة تاع الخبز خميرة الخبز دا بيجود نخدمه اللي كيك توعنا بالخميرة تاع الحلوة وهذا الوصفة جديدة درتها بالخميرة الخبز وراهي تجي بزف 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 بننا هذ الكيك ويجي الذوق التاعه مميز وزيت له اللي هنا عندي تمر قطحته صغير فرقته عليه اللي ما عندهاش تمر دا هي الوصفة بالزبيب ولا المكسرات اذا عندك انا ما كان اش عندي زبيب درت في بلاستها تمر هنا باش تكون هنا يا باش يكون الكيك تاعنا اه صحي اكثر ونزيد نزيد اللي هنا يا اللم بالفارنة عندي الكاس اللي اول تاع الفارنة ونزيد الكاس الثاني نخلطهم مع بعض دائما بالفوة نخدم ونبعدها كيك تقلي شوية العجينة باش نعود نخدم بلاست باتول ونبقى نزيد بالفارنة الكاس اللي اول ولكاس الثاني وهذا الكاس الثالث ونزيد الكاس الرابع كنت لكم ترفض اربع كيسان فارنة هذ المقادير را هي جيد مضبوطة وعلى الناحية هذ الفوة ونكمل بلاست باتول غير نلمها هكذا فقط بلاست باتول بالنسبة للمول المول على كيك هنايا كنت ندهنته بالزيت ورشيت له الفارنة تقدروا تبدلوا الزيت بالزبدة أنا ندهنته فقط بالزيت وزيت سو بودريت عليه لفاغين ورشيته كامل بها هكذا باش ما يلسق ليش الكيك التاعي شوفوا اللي هنا القوام تعلاجينا كيفاش يجي يجي ماشي طريب الزف ويتلاسق هكذا هاو اللو مول اللي درت فيه هنا نجي فرغ اللي هنا نعمر ثلاثة أربع من اللو مول سوف يخلي ربع فارغ نجي نمشي كامل هذيك العجينة بالبلاست باتول حتى نوصل لثلاثة أربع هذيك العجينة اللي بقعت لي كنت فرغتها فهذا اللي مول العاجيب عندي لي ميني مول هذو اللي مول صغار فرغتها فيهم بعد ما ثاندهنتهم ورشيتهم بالفارينا عمرتهم فيهم وخليت لهم الهنية كي ما راكو تشوفوا عمرتهم ثلاثة أربع ونخليه يخمر مدة نص ساعة نص ساعة فما فوق انا شاعلت الفورس سخنته وبعدها طفيته ودخلتهم الداخل يخمروا حتى خمروا وطلعوا مليح تي ما راكو تشوفوا باش خرجتهم عاود شاعلت الفورس سخنة على 180 درجة دخلتهم طيبتهم كي طابلي طيبتهم حوالي نص ساعة كي طابوا لي من تحتها عاود شاعلت حمرتهم من الفوق دابو هذو الصغار هما طابوا الولا كنت خرجتهم هما الولا باسكو هنا المولة وهنا صغير وبعدها باش خرجت هذا المول الكبير وكي يديموا لهم احي يديموا لهم معاكم فاسيلا عاونوا شوية هنا بالموس برك باش انصجام يكون لاسقا ولا وراح يتقلبوه راح يطير معاكم المول قلت لكم هذي الكيك جاب زف قوة قوة في البنة العوراني نهدر ونأكد عليه نتمنى تجربوه وترجعوا لي الخبر اذا كان جربتوه حطوا لي في كومنتر كيف اشتاكم ما راح قوة في البنة رائع 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 توجدوه الولادكم هاكا يشربوا به قهوة عصباح ولا قهوة عالحشية واذا كان عندك ضياف تقدري هادو المينيمول هادو في هاد المينيمول تحضريهم وتحطيهم لهم بليجوه هنيا هاد الحبات الصغار كنت خدمت هاد الكخام درت فيها كاس حليب درت فيها زوج مغارف فلان شوكولا وفوق النار وزوج مغرف كبيرة مع مرة ماكلا مايزينا خلطهم كامل مع بعض وهنيا اللي مسلزتها لهم كانت عندي هنيا زبدة الفول السوداني حطيت معاهم مغرف اهي بدلت لهم كامل ذوق رجعتها رائعه هادو في المينيمول كامل بهذه الكريمة بعد ما كانت بردت شوية وبعدها رح تزيد تجميد تشد روحها بسكو هنا رفي فلان ومع هذه الميزينا اكيد رح تشد روحها جيت هنا يا حطيت شوية بانان ملتحتها الداخل وبعدها عمرت هذه الكريمة في الوسط كامل هذه الكريمة تحطوها فوق النار تبقوا تخلطوا تخلطوا حتى تجمد معاكم وتولي بهذا القوان اه اذا كان عندك الوقت عمريها فلاب وشا دوي وخدميها هناكي تكون عندك زيما ضياف جيينك ولا حتحطيها حاجة بطبع ديري فلاب وشا دوي وخدميها هكا دي غوزاس تخرج لك شابة اكثر من هكذا انا هذي كانو حشبو بها بركة دراري القهوة اه ما درتهاش فلاب وشا دوي وكالمسة اخيرة حطيت لاله هنا يا عندي شوية كوكا ومحمص ومرحي اه هي من الاحسن تديري اه يكون كونكاسي ولوز ولا ولا جوز ولا كوكا ولا اي حاجة كانت عندك تكون كونكاسي تكون ونخشينا شوية جي اه تبان اكثر ومن الفوقها درت لها هذيك اه الزيك زاك تاع الشوكولات لا صوص شوكولات اللي هنا يا توكينج شوكولات ثاني زادت لها في البناء ولا تبنينا بزاف ولا هنا بالنسبة لهذا الكيك جيت الهنية يدهنتو بالمعجون معجون تاع المشماش انا هنا دهنتو بالمعجون تاع تشينا هاكذا كامل ندهنوه ومبعدها زادت له هذو كل الحبات تاع البناء كانو بقاو معايا هذو الدوائر تاع البناء ورشيت له كيف كيف رشيت فوقو هذك الكوكاو المطحون هاكذا كالمسة اخيرة فقط ديكور خفيف عادي ساهل بسيط لا يوجد الكوكاو كاينين كامل عندكم هذو اللي سينغريديون في الدار وملفوقا عاودت اه درت له هذو الشوكولات هنا رأي عزز الذوق بزاف ومتجي لحلوة لا والو تجي الذوق التحي يجي مميز تجيب النتحة معتادلة في الذوق ما تجيش حلوة بزاف ستقوني وصفة بنينة بزاف اذا كان ما تجربتيش هذا الوصفة رح تندمي على عليها بزاف ستنسي كامل اللي كيك اللي مواجفين انديريهم تبقى يتجربيغي في هذا الوصفة هاوليكم الهنا الكيك التاعي شوفوا كيف شجاع يجي يطالع يجي مهوي فارغ من الداخل دي جاكي تقسموه تصيبوا في هذو كثوقوب يجي رائع في البناء كلكم نتمنى كامل تجربوه نجي الهنا نقسم معاكم نشوفوه كيف شجاع من الداخل بمقادير بسيطة موجودة في كل بيت تحضري بها هذو الكيك تفرحي بها وليداتك ولا ضيافك وانتي اياه وجدتي حاجة شربتو بها القهوة وتحمري بها وجهك الريحة التاعورة هي صح تشاهي ريحته تشاهي هذا هو زست دو سيتخون اللي درنا هولو يحي نحي كامل ريحة الخميرة ما تقولوش رافيه الخميرة جي في ريحة الخميرة لا لا هذا الزست دو سيتخون يعطي له واحد الريحة رائعة مع هذا التمر يجي بنين بزاف شوفوا هنا كيفش يجي متقب من الداخل يجي هذو كثوقوب واضحة كثقة خمر مليح ودوقتو في الطياب سيرتو اللي هناك نزيدو مع هذي كلاسوس شوكولا ريتعززله بزاف اه دو قتاعو ودزيدله في البنة ذلك كامل ولادنا نعرفوهم يحبوا بزاف شوكولا اه ايبان ديروا مع هذي كلاسوس شوكولا تجي بنينة بزاف وبالنسبة لهذو كميني كيك اللي درنا ههم اللي كنا درنا لهم لاكخام تقسموهم ريتم تلقاو الداخل يجو هذيك الطبقات تاعل البانان و تاعل الكريمة مع هذي كلاسوس رايجي الشكل تحب زاف شباب وتكون تقدروا تحتامدوهم كوصفة تحطوها تكون عندك ضياف يكون عندك تجاوك ضياف على غيلة تقدمي لهم هذي الوصفة و راح تحمري بها وجهك كانت هذي هلا فيديو تتعنا لنهار اليوم اذا كان عجبتكم ما تنسونيش بالجام و كومنتار و نتلاقوا في فيديو جديد و مع وصفات جديدة و السلام عليكم و رحمة الله و باركة